اهلا بكم في قناة مساء الاخبار وكل سنة وحضراتكم طيبين ولكل المتابعين والمشتركين على قناة مساء الاخبار يلا بينا قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت لو انت لسه مش مشترك تشترك معنا وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا بالاخبار والتوقعات الجديدة ويا ريت تعملوا شير ولايك للفيديو كتير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس يلا نبدأ بسرعة من غير تطوير مش عايز اطول عليكم والخبر عن الشاب خالد لسه الساعة ستة او اقل من الساعة ستة بكم دقيقة بتوقيت القاهرة كنا منزلين توقعات دولة الجزائر عن ميشيل حيك وليلة عبداللطيف ومايك فغالي وسبحان الله ما عدش ثلاث ايام على حلقة ليلة رأس السنة ويبدأ توقع من توقعات ميشيل حيك في الحدوث وقال بالنص يعني لو يعني تقدروا تشوفوا الفيديو اللي فات يعني احنا كنا منزلينه قبل ما نعرف الموضوع الخبر قال بالنص صخب اعلامي سببه ومصدره اسم الشاب خالد قال تاني ميشيل حيك للجزائر صخب اعلامي سببه ومصدره اسم الشاب خالد والخبر لسه نازل النهاردة وبتكلم عن وفاة الشاب خالد تفزع جمهوره ومصدر مقرب منه يكشف السبب والخبر موجود على كل المواقع وطبعا كان فيه صخب اعلامي كبير بسبب الشاب خالد هو ما قالش ان هو هيموت لكن هو قال صخب اعلامي سببه ومصدره اسم الشاب خالد وكان الخبر بيقول وفاة الشاب خالد تتصدر قائمة محتويات الاكثر بحسا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداولت صفحات جزائرية على منصات السوشال ميديا شائعة وفاة الفنان الجزائري الشاب خالد اثر حادس سير في الامارات العربية المتحدة بدبي وهو في طريق عودته من احدى الحفلات التي احياها احتفالا بليلة رأس السنة 2021 وانتشر خبر الوفاء انتشارا واسعا عبر مختلف مواقع التواصل ما اثار حزن وفزع جمهوره ومتابعي متسائلين عن حقيقة الامر ولكن سرعان منفت وسائل الاعلام الجزائرية الرسمية اليوم كفت الانباء المتدولة حول وفاة الشاب خالد وفي الصياق المتصل اكدت مصادر مقربة من الشاب خالد انه يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لحادث سير مطالبا كفت وسائل الاعلام مع عدم الانسياق وراء الشائعات التي تخرج من حين الى اخر حول وفاة الشاب خالد لانها تؤثر على نفسيته وعلى نفسية اسرته وكان زعم احد النشطاء وفاة الشاب خالد في منشور عبر حسابه الشخصي قائلا الشاب خالد في ذمة الله مسلس يشير لليسار توفى اليوم خالد حاج ابراهيم المعروف الوسط الفني بالشاب خالد عن عمر يناهز الستون عاما وجديرا بالذكر ايضا ان هذه لم تكن المرة الاولى التي تلاحق فيها الشاب خالد شائعة وفاته حيث نفت وسائل اعلام جزائرية فنية في وقت سابق وفاة الشاب خالد بفيروس كورونا المستجد في شهر ابريل 2020 مؤكدة انه بحالة جيدة وانه لم يصب بكورونا من الاساس والشاب خالد واسمه الحقيقي خالد حج ابراهيم مغني راي وشاعر وملحن وعازف جزائري من وهران لموسيقى الراي من موليد 29 فبراير 1960 ولد في حي سيد الهواري بهران في الجزائر ويحمل سلاسة جنسيات هي الفرنسية والجزائرية والمغربية بدأ مشواره الفني في سن الاربعة عشر عاما بتأسيس فرقة بعنوان الخمس نجوم اقتباسا لجاكسون فايف وبدأ في تقديم عروضه مع اوزا بويز الذي علموا الراي من خلال اقامتهم لحفلات الزفاف وغناءهم في الملاه الليلية في الوهراني وسجل اول اغنية منفردة له تحت اسم طريف ليسي او طريق السنوية وسرعان ما تأثر في بداية عقد السمانينات بالالات الالكترونية فكان اول من ادخل الارج على موسيقى الراي والذي شجع اضافة الات اخرى عصرية واستعمال تقنيات الاستيديو الحديثة وبدأ التسجيل في اوائل مراهقته تحت اسم الشاب خالد خلافا لكلمة شيخ التي كانت تطلق على شيوخ الراي التقليدية واصبح اكثر المطربين الجزائريين شهرة في العالم العربي والغربي وعبر العديد من القرات واكسبته شعبيته لقب ملك الراي ومن اشهر اغانية هي ديدي وعائشة وعبدالقادر يابو علام وسيلافي بالاضافة الى اغنية علاش تعدي التي تميزت في فيلم العنصر الخامس وتعود اصل تسمية الشاب الان تسمية الشاب تطلق على كل مغني الراي ويعود تاريخ التسمية الى بداية عقد الثمانينات حيث اطلقت مصابقة الحان وشباب للمغنيين الشباب في التلفزيون الجزائري واطلق على الفائز وقتها اسم شاب اه زي ما انتم شايفين اتكلمنا عن الموضوع بكل تفاصيله عن حياة الفنان الكبير الجزائري الشاب خارج نتمنى له ان شاء الله الصحة والعافية ويبعد عنه ان شاء الله اي حاجة وحشة وطبعا تحية كبيرة لكل اهل الجزائر وخصوصا المشتركين من اهل الجزائر معنا في القناة اه زي ما انتم شايفين لسه ما فاتشي ثلاث ايام على توقعات ميشال حيك لدولة الجزائر في حلقة ليلة رأس السنة وفعلا حصلت واتحققت لما قال صخب اعلامي سببه ومصدره اسم الشاب خالد شكرا واستنونا في فيديو جديد وخبر جديد على قناة نسال اخبار وان شاء الله نسمع اخبار كويسة لكل اهل الجزائر والمغرب وتونس وكل الدول العربية ان شاء الله في سنة 2021 وان شاء الله اهل جزائر والمغرب 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 والمغ ترجمة نانسي قنقر